واتحاد المستثمرات العرب بنظمه فعليات مؤتمر التعاون العربي المشترك أساس التنمية ودرع السلام ده بالتعاون مع نقابة المستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القناة بشكل عام المؤتمر حصل في مدينة شرم الشيخ ودكتورة هودا ياسين رئيس اتحاد المستثمرات العرب قالت ان المؤتمر الهدف منه تفعيل المبادرة العربية الافريقية من خلال التكتل الاقتصادي في ظل الدعم المصري اللي تم اطلاقه من خلال المبادرة الشهر اللي فات وكان الكلام ده تحت رعاية الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء البحريني خلال استقبال وفد اتحاد المستثمرات العرب مؤخرا في البحرين تحت عنوان التعاون العربي المشترك أساس التنمية ودرع السلام وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهند الشريف اسماعيل جاء المؤتمر الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية على حد وصفهم ولتحقيق التعاون العربي الافريقي الكامل اهم فعالية النهاردة ان احنا بنقول عايزين نبقى على الارض الواقع مش عايزين شعارات ومش عايزين كلام عايزين التكتل العربي الافريقي يعني هذا التكتل يترجم بمشاريع الارض الواقع المؤتمر شهد حضورا عربيا من العديد من الدول مثل السعودية والكويت ولبنان وعمان وكذلك كان الحضور الابرز للمملكة البحرينية التي لم تنتهي زيارات مسؤوليها حتى الان للتأكيد على اهمية التعاون العربي المشترك بشكل عام والتعاون المصري البحريني بشكل خاص وجودنا اليوم في هذا المؤتمر بتوجيه من سيدي صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين لنشارك اخوانا واخواتنا في الوطن العربي في طرح هذا الموضوع المهم الذي هو في اعتقادنا انه يجب ان يطور اكثر واكثر من اجل وصول الى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية كافة الازمة اللي يعمل بكل المنطقة العربية بتتحتم علينا بعض العمل المشترك لانه اليوم في ظل التكتلات الاقتصادية الكبرى ويتحكمها في اقتصاد العالم نشوف حالنا كقوة اقتصادية موجودة عند كل المقاومات الاقتصادية موجودة بالعالم خلال المؤتمر تم الدعوة لعمل سوق عربية مشتركة بمساهمة شعبية وكذلك وجود افكار فعلية تعمل على جذب المستثمرين العرب وتحقيق تقارب افريقي عربي دائم بعائد استثماري كبير الاعلان عن وضع افكار وخطط لمشاريع استثمارية جديدة تستهدف تحقيق التنمية والربط بين الاستثمار العربي والافريقي كانت هي العناصر الابرز التي تحدث عنها منظم المؤتمر الذين يرون فيها وفي خلق فرص عمل جديدة فرصة لتحقيق التنمية الشاملة والسلام في كل البلدان العربية محمد الريس الحيا اليوم